لحظت من كلامك قسيس أن المؤهلات أنت ما ذكرتش عن أنه كان عندهم كفاءات عالية أو مؤهلات اللي بتآهلهم أن يكونوا تلميذ وهذا بيمشي مع الفكر الكتابي بزبط أما اختار الله جهلاء العالم ليخزي الحكماء ضعفاء ليخزي الأقوياء اختار المزدرة وغير الموجود ليبطل الموجود ففعلا ربنا لما إنسان يولد أنت ذكرت الولادة بالروح أنا عاوزك أتعبر عنها أكتر وتشرح لنا إياها أكتر كان معلم كبير اسمه نيكوريوموس في إنجيل يوحان صح 3 راح للمسيح ورح له بالليل وقال له نعلم أنك قد قتيت من الله معلما يعني أنت ما جيتش التلمسة على دين ما تعلمتش مننا أنت قتيت من الله معلما لأن لا يستطيع قاعد أن يفعل الآيات التي أنت تعملها إلا ما يكون الله معه هو ده كان كبير لليهود رئيس لليهود وكان فريسي الفريسين عندهم عقيدة بأنه الشخص الطقي يستطيع أن يفعل معجزات فرح للمسيح وعنده مشكلتين في زهنه إزاي أنت بتعمل معجزات دي وشاب صغير عندك 30 سنة وأنا راجل شيخ مش عارف أعمل كده وإزاي أنت تعلمت التعليم ده كله ومحدش علمك وبتفهمني بقى اللي فيي ناقص عشان أتعلم قال له أول حاجة ينبغي أن تولد من فوق قال له كيف أولد وأنا رجل شيخ لعلي أدخل بطن أمي ثانية وأولد هو ينفع أن أنا تولد من تاني بعد أن أكونت شيخ هو معلم وكبير في الكنيسة أو في الكنيسة أو عند اليهود قال له لا ده أنت تولد من فوق قال له يعني أتولد قال له ينبغي أن تولد من فوق المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح قال له لا أنا مش فاهم بقى فاهمني دي قال له يعني أنت اتولدت بالجسد فتفضل جسدي أما المولود من الروح هو روح قال له يعني إيه أم شرح له قال له الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل ما نولد من الروح قال له لا 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 أشرح لي بقى أنا أفهمني وعد وعد يعني إيه قال له يعني أنت بتسمع صوت الريح قال له آه قال له تقدر تقول لي رايح فين وجاي منين قال له آه قال له طي قال له لا قال له ليه قال له أنا من طبيعة وهي من طبيعة قال له هكذا كل ما نولد من الروح مش هتقدر تتعامل مع الله ولا تفهم أمور الله ولا تفهم قصد الله إلا ما تطلد من الله هكذا كل ما يولد من الروح يعني أنت لازم تطلد فالرجل قال له أنا مش فاهم قال له أنت معلم إسرائيل ولا استفهم هذا إحنا جفلنا أنه هو المسيح بيكلمه عن المعمودين لا ده هو كان في العهد القديم في سفر حسقيال ساحة 36 أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا وأنزع قلب الحضر من لحمكم وأعطيكم قلب اللحم دي الولادة الجديدة يعني بياخد طبيعة تاني بيتولد من الله تاني فبيقدر يتعامل مع الله عشان كده المسيحة لسامرية إن الله روح والساجدون الحقيين ينبغي أن يسجدوا لله بالروح والحق يعني أخد طبيعة الله يقبل عبادتي لي علاقة معه مش في روح الله فعشان أكون تلميذ لازم أكون مولود من الله في بزرة في طبيعة جديدة اللي بتتقبل أمور الله بزبط وبمتل من الروح القدس وبعد كده يمليني بالروح القدس فأقدر أسير حتى في طبيعة الله وأسير في أمور الله عشان كده بيقول أسلكه بالروح أسلكه بالروح يعني إيه يعني خليك أنت في دائرة الروح فلا تكملوا شهوة الجسد الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهزان يقوم أحدهم من آخر حتى تفعلون ما لا تريدون يعني حتى تفعلون ما لا يريده الجسد اللي بيقومك لما تسلك بالروح يعني علاقتنا مع الله علاقة روحية هو يكدنا بروحه يعلمنا بروحه كبرنا بروحه نمينا بروحه نفهم قصد الله بالروح القدس فضلك موسيقى 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 اشتركوا في القناة